كلمات حضرتك أوردتها في الحوار الوطني اللي شاركت فيه وكنت بتتكلم عن الهوية وقلت إنه الأهم بدل ما نعد نتكلم عن الهوية وكيف تتحققها وين نتكلم عن المستقبل ده صحيح لأنه يعني أنا أول ما أسمع كلام عن الهوية يعني أشعر بالنزعاج في الحقيقة مش لأن القضية مفتعلة إنما لأنه الأمم والمجتمعات لا تطرح هذا السؤال إلا عندما تكون في مرحلة أزمة في الحقيقة عندما ترى إن الأمور معها مش ماشية وبتبدأ تسأل هي مش ماشية ليه فتبقى تدور على إجابات وبتبقى واحد من السكة كنتم يمكن هويتنا متلقبطة وما يمكن إحنا مشين في سكة مش فاكرين نفسنا كذا عرب لكن إحنا مصريين وما فيش داعي لطرح أسئلة من نوعه وإحنا مين ما إحنا دول اللي بيعملوا هذا التقدم كل يوم إحنا دول اللي قادرين لما بيدخلوا في منافسة مع الآخرين بقدرين على الفوز وبالتالي ما عندناش شك في نفسنا ما عندناش شك في هويتنا الحالية أيا كان اسمها إيه أو شكلها إيه فلنواصل العمل بهذه الطريقة وفقط لكن بمجرد ما هذه الطريقة تكف عن إنها تبقى طريقة منتجة طريقة تبعث على الأمل ومصدر للثقة فنبدأ نسأل هو إحنا مين بالزبط ما يمكن إحنا في الحتة دي لأن إحنا أصلا مصريين فرعنا بس إحنا تخلينا عن الثقافة المصرية ما يمكن لأننا مسلمين بس إحنا بعدنا عن الإسلام ويبدأ أن نخش في مشاكل أو سكك ليه علاقة بموضوع الهوية فلنحل معضلة الهوية بإحداث التقدم هو ده اللي هيجاوب على سؤال الهوية وهو ده اللي هيخفف الصراحة ولين الهوية في المجتمع طيب يعني في موضوع الاقتصاد حضرتك برضو في الفترة الأخيرة كان لك تصريح أنه فيه يعني أنت مبسوط أو فيه نوع من الإشادة بالتشريعات الجديدة في مصر التي تساوي في الحوافز بين القطاع العام والخاص وبجدت أن هذا يعني قرار جيد بالتأكيد دي نقلة كبيرة لأنه ده يعني أنك تبقى القطاع الخاص والقطاع العام بيلعب وفقا لنفس القواعد دي مسألة أساسية في إحداث التنمية والتقدم والنمو لأنه لو ما بيلعبوش بنفس القواعد لا يوجد أي حافز للقطاع الخاص لأنه يستمر في السوق أو لأنه يواصل للستثمار هيخرج ومهما بلغت قدرة الدولة على أنها تحشد موارد وتستثمر الجزء الأكبر من الموارد موجود في قطاع الخاص المدخرات العائلية في مصر هي القسم الأكبر من المدخرات ولما بنحكي عن الحالة التجربة الصينية الناجحة شرط النجاح الرئيسي فيها هو أن الاتنين بالقطاع العام والخاص بيلعبوا وفقا لنفس القواعد وأن القطاع العام ما فيش امتياز فيه لك بالعكس ده المديرين واللي بيأخذوا قرارات فيه بيتعرضوا لعملية محسبة ومتابعة ومرأبة من الملاك الأسهم في الجزء المخصص من الشركات أو من الحزب الشيوعي الحاكم هو نفسه بيرائب فما فيش الحرية اللي هي تبرر الاسترخاء أو الفساد أو كذا فإنت أن الدولة المصرية أن مجلس النواب المصري يصدر مؤخرا مجموعة من التشريعات اللي بتلغي امتيازات كانت شركات الدولة تتمتع بيها في لطرة الماضية أتصور أن دي خطوة كبيرة جدا للأمام لخلق الملعب الواحد ومحين يبان عصارها ابن الدكتور أعتقد أنها هتبان في فترة مش طويلة يبقى علينا أن نتأكد من أن هذا كافي للقطاع الخاص أن نسمع رأي صاحب القطاع الخاص وهل القطاع الخاص واعي بهذه الخطوة القطاع الخاص واعي جدا أنا أتطلب كمان الحقيقة على القطاع الخاص مش من ذوي المشروعات الكبرى المشروعات حتى صغيرة الشباب أتصور أن القطاع الخاص مدرك لما يجري وكل ما الناس اتنقلت لها إحساس بالجدية بأن الدولة ليست بصدد اتخاذ إجراءات تجميلية أو لسد الزرائع إنما نحن بصدد تغيير حقيقي في السياسات لخلق قواعد موحدة يلعب وفقا لها القطاع العام وقطاع الخاص بالتأكيد ساعتها القطاع الخاص هيستجيب وعايز أقول أنه كل شاب مصري هنكسبه في أنه يقرر يستخدم الخمسين ستين أو المئة ألف جنيه عشان يفتح مشروع صغير جدا بدل ما يستخدم شلوزي في أنه يركب مركب هجر غير شرعية أو أنه يدور على وظيفة في بلد نفطي أو كذا إحنا بالتأكيد نجحنا في أنه نقول أن القطاع الخاص لديه فرصة في هذا البلد ويدي طريقة زيادة التصرف في هذا المجتمع وخلق مزيد من فرص العمل في هذا المجتمع ترجمة نانسي قنقر